الأصدقاء والأحبة في كل مكان أحييكم بكل تحية تحبوا أن تسمعونها الصباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى لكم حياها نئة سعيدة ونحن ما زلنا محاصرين محاصرين في كوكب الأرضي بالكورونا وما حولها اليوم هنتكلم عن محاضرة اسمها عشين نوعاً للمؤسسات الخيرية ما بين العور والحول والحور أنا بشكر الأستاذة آية أبو زينب لساعدتني في عمل المحاضرة ونبدأ بمشاهدة هزين الوجهين اللهم هتكلم عنهم فيما بعد إن شاء الله كنت في الزيارة أنا ما كوكيا زي ما أعتركوا من الأسبوع اللي فات ما بين دولة قطر ودولة تركيا وزورت كثير جداً من المؤسسات وشباب كثير جداً واعي وأثناء الزيارة دي فجئت بفتوى بدون علم أو إلمام حقيقي لما يحدث على الأرض وكانت الفتوى دي صدرة من علماء مرموقين في تركيا على بعض الجمعيات النسائية اللي احنا بنتكلم عنها والليها دور مهم جداً في الداخل السوري أو الخارج السوري وطبعاً يعني في الأمور اللي زي كده هو قد تؤدي هذه الفتوى دون مشاورة أو محاورة هذه الجمعيات النسائية إلى أفعال وردود فعل غير إيجابية وذلك اللي حصل مع إحدى المسؤولات في إحدى الجمعيات هناك وإنه في بعض الناس والأسف يعني ليسوا رجالاً تحرشوا بها وهي في الداخل السوري طبعاً هنا الأمر الذي تكرر مرة تانية فتوى بدين درايا وإنه في ورشة عمل في غازة عنتاب وسألتنا أحد السائلات من الداخل السوري وقالت كلمة واحدة قالت كل المؤسسات الدولية بتصرف أكثر من 60% على المصري في الدرية ولا يصلنا في داخل هذه المؤسسات في الداخل السوري إلا الفتاة فلما سألتها عن مصدر المعلومة دي قاية واحد قريبها سمعها من شاب يعمل في إحدى المؤسسات كنت أتمنى أن الأخت سكون واخدها المعلومة دي من بعض الأبحاث أو الدراسات اللي أقرتها بعض المؤسسات المرموقة أو الجامعات أو مراكز الأبحاث بالأسف برضك نفس الفتوى أو نفس الكلمة اللي لديتها الأخت معنا كانت يعني غير يعني موثقة ده خلاني أفكر وأنا في مدينة اسطنبول أن أنا أكتب المحاضرة دي والأنا سميتها أنواع المؤسسات الإنسانية اللي هي ممكن أنها تكون أي مؤسسة إحنا بنتمي إليها وعملتها عشرين عشرين نوع قد تعملها منتو عشر أو خمستاشر أو عشرين أو ثلاثين أو عشرين زي ما أنتو عايزين لكن أنا هقول إلي أنا فهمتوا إلي أنا أعرفتوا إن أنا عندي في خبرة الأنواع دي عشرين نوع على حسب التصنيف إليها تبدأ من المؤسسة العوراء ثم المؤسسة التي بها حول المؤسسة المشلولة الكسيحة العرجاء العمياء الورقية المؤسسة البلهاء المؤسسة العاهرة المؤسسة المميائية المحنطة المؤسسة المحنطة المميائية المؤسسة الغائبة عن الوعي المؤسسة المخدرة المؤسسة المراهقة المتهورة المؤسسة المجمدة المفرزة المؤسسة المنافقة وكذلك المؤسسة الناضجة المؤثرة القرية المستقبل المعمرة المؤسسة التي في عينها حور يعني جميلة المؤسسة المرجعية والتصنيفات كثيرة جدا كل واحد فيك ممكن يعمل تصنيفات اللي هو عايزه. ده اللي انا ايه بطلب منه الشباب ان انت ما تنتظرش ان حد يصنف لك العمل بتاعك انت صنفه بنفسك لكن قبل ما نبدأ النقاش في كل هذه التصنيفات فيه حاجة مهمة جدا انه لابد ان نعرف ان المال العمل الخيري والعمل المجتمعي والعمل العام هو مال الفقراء والمساكين وهو بشمال الاغنياء ومنح الاغنياء حتى والفقراء من المحسنين عشان يوصلوا لاصحابه الحقيين عن طريق المؤسسات هذه طبعا نحشرح الصورة دي فيما بعد عندكم صورة احول واعور وده نوعين من انواع المؤسسات اللي هي موجودة عندنا مؤسسة عوراء او مؤسسة بيحاول في حقائق لابد ندركها قبل من نتكلم في التصنيف نابد ندركها قبل ما نتكلم في التصنيف اول حقيقة ان المال مال الفقير والارمال والمسكين دمرة واحد دمرة اتنين اننا اجراء لدى الفقراء دمرة ثلاثة ان المال الحقيقة المؤسسة مش مال مجلس الادارة او مجلس الامناء لكن مال مجلس اللي الفقراء والمساكين الحقيقة الربعة او الربعة اللي ينفقون علينا من اموالهم هم اللي ليس لديهم مال يعني احنا بننفق اموال من ليس لديهم مال ينفقوناه على انفسهم او على ذويه اللي هم الفقراء والمساكين الفقير صاحب المال ده مش هيموت لما احنا نبرر انفاق امواله على اشياء ليس لها قيمة له ولاس له حاجة اليه والذي سيجعلنا ها تدع الخالق يرضى عننا ويدخلنا ممسكا بكلتا يديه للجنة واليتيم والارمال والمسكين ان رضي اليتيم والارمال والمسكين عننا دخلنا بهم الجنة او ادخلنا الجنة فلابد ان نقدر كل هذه الاشياء قبل ما نبدأ في انها نصلنا في الناس ونديهم ايه فتاوي زي ما العالم الجليل او الاخت الفاضلة اللي كلمت عن المصرف الادرائية الى اخر ما هي بقى انواع المؤسسات وتعرفها ما هي المؤسسة عوراء يعني عوراء يعني كده وابص شايفين بعين واحدة هي المؤسسة التي تعمل في المجال الدولي او عن المستوى والوطن اللي في ايه متعدد الثقافات واللغات وبتعمل ايه بتعمل بثقافة واحدة ولغة واحدة دي مش شايف الوطن مش شايف المجتمع الدولي وبقى نسميها مؤسسة عوراء اتنين المؤسسة التي بها حاول يعني عنها ما بتشوفش مزبوط يعني ايه يعني عندها رؤى وتوجهات متضاربة في نفس الوقت فيها حاول مش عارفة تشوف يمين او شمال او فوق او تحت او قدام او وراء مش عارفة لان كل شوية عندها رؤية تختلف عن الرؤية التانية ثلثة المؤسسة المسلولة دي مؤسسة بيقودها افراد في العقد السابع او الثامن من عمرهم لسنوات عديدة لسنوات عديدة وليس لديها تقات شبابية على الاطلاق متربعين على عرش المؤسسة لعشرات السنين وهم في السبعينيات او الثمانيات من عمرهم دي مشلولة المؤسسة الكسيحة هي ايضا مؤسسة بيقودها السبعينيات والثمانيات من عمرهم لمدة طويلة جدا 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 ولكن فيها بعض الشباب اللي بيحاولوا يحلحلوا يحاولوا يحلحلوا العمل فبيكون حركتها بطيئة جدا 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 لان الكبار في السن لا يمكنوهم فانا مسميها مؤسسة كسيحة تتحرك بهذا الأسلوب البطيء اللي جدي فيه معاناة الخمسة المؤسسة العامية يعني ايه عامية؟ ما بتشوفش ازاي ما بتشوفش؟ هي المؤسسة التي يقودها تطبق قوانين تطبق قوانين والسياسات تتعارض مع المجتمع اللي هي بتعيش فيه ومع الثقافات بتاع المجتمع عيش فيه وحاجات مضى عليها الزمن مضى عليها الزمن خلالها عامية مش شايفة اللي حواليها ايه؟ الدنيا مشهر قدام وهي مشهر وراء الدنيا تطلع على الفوق وهي نزلها تحت الى اخير بتطبق قوانين بيزنطية لا ما أنزل الله بيام السلطة دي المؤسسة العامية تخش تتفرج على أوراق بتحاول انها تطبقها وهي ملهاش اي علاقة بالمجتمع مش شايفة المجتمع اللي هي عاشة فيه يبقى عامية الخمسة السادسة هي موصلة عرجاء يعني هي عرجاء الموصلة بتحتمل على الدعم الخارجي بالدرجة الأولى والأخيرة موجهاش اي دعم داخلي بالأسف يعني او الدعم الأخلي الداخلي يكاد يكون معدوم فدي ماشية يعني عن العقاز لما جيش الدعم من برة هتوقف المؤسسة فانا سمين مؤسسة العرجاء في مؤسسة بالهاء يعني عبيطة 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 ازاي بقى عبيطة اللي بتهرول في كل مكان وفي كل اتجاه وراء المال وراء الشهرة وراء اي حاجة اي بس تجري هنا يمين وش ماد زي زي الانسان العبيط اللي مش عارف يروح اتجاه ده او اتجاه ده او اتجاه ده بس شاف حتة مال جاية كده يجري وراءها حتة الشهرة يجري وراءها اما المؤسسة الساقطة هي المؤسسة اللي بتبيع مبادئها وقيامها واخلاقياتها من اجل الدعم يقول لك يا عم وانا مالي هاتي الفلوس وانا مالي وانا مالي معندوش قيم وانتش معندوش قيم ولا اخلاق ولا ضمير كذلك وببيع تاريخها كذلك من اجل الدعم النمرة تسعة المؤسسة المميائية للمحنطة يعني ايه محنطة توقفت وتوقعت عند ايه عند جيل المؤسسين الدهبي في جيل دهبي اسس هذه المؤسسة وعمل انجازات غير عادية هم عادين بقى في الجيل التلاتيني او الاربعيني من القرن الماضي او الخمسيني او السبتيني او السبتيني من القرن الماضي فهي نتحركوا كل شوية وقول لك احنا عملنا احنا عملنا احنا عملنا المؤسسة المميائية المحنطة فيه نمرة عشرة المؤسسة الغائبة عن الوعي يعني ايه ضربت من فوق دي المؤسسة الانعزالية الانطوائية والبعيدة عن تقدم كل المؤسسات المسيئة لها وبتخدر نفسها والعملين بقيم واخلاقيات مش موجودة بالرغم انها منعزلة الا انها عندها قيم بتخدر بها الناس بتخدر بها الناس القيم دي اصلا لا المجتمع بيعمل بها ولا هو ولا هي صالحة المجتمع لانها منطوية ومنعزلة ومنزاوية عن المجتمع كله دي المؤسسة الغائبة عن الوعي المؤسسة المخدرة يعني واخدها كده جرعة افيون او جرعة حاجة نايمها هل تتعاقى تتعاطى العقين المخدر ايه بقى العقين المخدرة دي اول عقار مخدر هو ان يكون لها صاحب من المسئولين وزير او رئيس وزراء او كذا بيسندها دي المرة واحد يكون في احد محسن بيديها فلوس مرة كل سنة بتعيش عليها ها يكون لها بلوز اعلامي غير واقعي ازاي بقى من صحباتها مع بعض الاعلاميين او بتدفع كتير جدا من مالها علشان اعلام مدفوع فده مسميها المؤسسة المخدرة انا ولد بتعتمد عن مسئول هذا او بتعتمد على محسن واحد او اتنين بيديها كل سنة المبلغ او علاقتها مع بعض الاعلاميين انه بيتشروا حاجات مش صادقة ها عنها او بتدفع ايه اموال علشان يتكتب عنها كلام جيد في الاعلام وده كلام غير جيد اتنهم يقوموا بي دي المؤسسة المخدرة نمرة اتناشر اللي هي المؤسسة المراهقة نحن عافين سنة المراهقة بيخلي انسان بيتغير اطوار حياته في اليوم مئة مرة فيها ساعة الحركة متغيرة في المسارات دي ما انا قلت قبل كده كده وكده 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 زي دي المؤسسة اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده تلهث وراء الجديد والغريب زي المراهقين كده مرة يلبس لك لبس معين بطريقة معينة ويغيروا بس الشعر تتغير وهكذا زي بالظبط تتصرف زي الشاب او الشابة المراهقة المؤسسة سريعة الحركة او متغيرة المسارات اللاهيثة وراء الجديد والمستغرب من الافكار والقيم والمشاريع والتي ليس لها وجهة على الاطلاق او شخصية محددة على الاطلاق والاسم دي المؤسسة اللي احنا منسميها المؤسسة المراهقة في بقى اخطر منها المؤسسة المنافقة هي ايه بقى اللي هي دائما ما تكذب دائما ما تكذب وخاصة في قيمة المصاريف الادارية وعدد المكاتب والدول اللي تتعمل فالك انا عندي باشتغل في 40 دولة وهم زنيته اقل من نصف مليون جنيه ازاي 40 دولة ازاي وانا عندي كذا كذا قد يكون هو لي صاحب او شخص منذوب في كل الدول دي كلها لكن ما عنديوش مكاتب لشننتكلم معنا المنافقة هي لدي ام المتكذب في مصيف الادارية وعدد المكاتب وكذلك اللي بتفرح دايما لمكروه يصيب المؤسسة المنافسة لما تحصل المؤسسة زميلة لها يحسبها مكروه تبقى فرحانة يا سلام شوفوا دي نمبر اتنين واللي بتنشر الاكاذيب عن منافسيها دايما تتكلم تقول اصلا اسمك جزبت عن مؤسسة تانية دي هو كذا وكذا 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 اصلا وعملوا كذا وكذا وكذا بتنشر الاكاذيب جيم هي اللي لو وقع بينها وبالمؤسسة تانية خلاف ها اذا خاصة ما فجر بتبتقي بقى تطلع الغسيل المش نضيف على الملأ وتفضح هؤلاء الناس دي المؤسسة اللي بسميها مؤسسة منافقة تكذب وتنشر الغسيل القذر وتسيء الى كل زملائها او قرانائها من المؤسسات الاخر دي المؤسسة المنافقة اربعتاشر المؤسسة المجمدة المفرزة يعني ايه المجمدة اللي بيخدها مسؤول امني او مسؤول عسكري ونحن مش هنا مش بنهاج من الامن والعسكر ابدا بل بنقول ايه بنقول ان هما تربوا بطريقة مختلفة طريقة علوية امرة مش طريقة مناقشة مش طريقة مفاوضة مش طريقة سامعة لا طريقة فوقية امرة لكن لو انتم عايزين تستخدموهم تستخدموهم في مؤسسات رياضية مثلا يقول احنا عايزين هؤلاء الناس عندهم كفاءة في عمل المخيمات والمعسكرات والتدريبات الرياضية دين نستعملهم في المؤسسات التربية اللي بترب النشأة في المخيمات في الصحراء او في الجبال تربوا على شزف العيش تنزيل المخيمات والجهوية والعيش والصبر والجلد والحياة الشرق الاخر او نستعملهم في المؤسسات الكشفية الاستطلاعية اللي هي بتخرج في الخلاء ممكن دي الاشياء الوحيدة ان احنا ناخد شخصية عسكرية او شخصية امنية نستعملها في ساعدنا في ادارة هذه الخاصية الخاصية طب انا ليه سمتها مجمدة مفرزة لان افرادها دايما افرادها دايما ها ما بياخدوش ايه قرار من نفسهم لازم يجريهم الامر من فوق ما فيش اكتهاد ما فيش موضرات ما فيش عوار ما فيش ديالوج ما فيش نقاش افرادها دايما ها يتلقون امام من رؤساهم فلما اعتدوا النقاشات تباغل اراء او اخذ مضرات فلذلك انا مسميها المجمدة المفرزة كده قاعد ننتظر الامر يجي من اين من القاعد بتاع نخش بقى في الجزء الجيد من المؤسسة مؤسسة الناضجة ايه المؤسسة الناضجة اللي عندنا هي المؤسسة اللي استكملت بناءتها الداخلية والخارجية عبر السنين دي نمر واحد دولت عليها قيادات متنوعة مختلفة بشفافية مجتمعية يعني مش مثلا الزعيم الخالد او الزعيم الخالدة لا كل شوية بتغير الزعيم واذا هو رئيس المؤسسة او بتغير رئيس المؤسسة هو مجلس ادارة بها تمثيل مجتمعي متميز متعدل الثقافات واللغات والقيم والاخلاقيات والاديان كذلك لها شركات عديدة ومتنوعة مع مثلاتها من المؤسسات المحلية والاخلمية والدولية والحكومات نقدر نقيس اثر عملها في المجالات المختلفة نقدر نقيسه لانا شفناها شفناها ولمسناها قد قيس اثر عملها في المجالات المختلفة والمواقع المختلفة عبر السنين لها اصدارات وابحاث ودراسات في المجالات المختلفة ومتخصصة تعمل بين مكوناتها يعني دي المؤسسة الناضجة نحن نتكلم عليها نمر 16 المؤسسة المؤثرة اللي هي بتؤثر في المجتمع هي الناضجة نمر 1 لتستطاعت إحداث التغييرات المجتمعية الإيجابية والمؤثرة إزاي بها خلال تطبيق مشاريع وبرامة مجتموية نشر أبحاث ودراسات قامت بها مع مثلاتها مع مؤسسات أكاديمية أخرى تنظيم مؤتمرات ورش عمل للنهوض بأداء القطاع الخيري الإنساني ومؤسساته مد الجسور مع الكتل المجتمعية المؤثرة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي دي المؤسسة المؤثرة لها أثر ملموس في المجتمع ملموس ومدروس في المجتمع نمر 17 المؤسسة القارئة المستقبل يعني هي قارئة المستقبل هي مؤسسة ناضجة أيضا لها كلها فيها أركان الدوق ومع ذلك معها أكاديمية لتطوع وبناء قيادات المستقبل من الشباب والشابات من أبناء الوطن وأبناء أوطن أخر وعندها إدارة جديدة إدارة دي عشان إيه؟ عشان ترى كل الأفكار الجديدة وتدرسها إدارة لرؤية الأفكار الجديدة ودرساتها والرؤية الجديدة دي المؤسسة نمر 17 قارئة المستقبل المؤسسة المعامرة نمر 18 وهي الناضجة أيضا التي تنصر بذور ثمار ها فين بقى من الأفكار والسياسات والفلسفات والثقافات والقيم والأخلاقيات فين؟ في أروقة المؤسسات الأخرى تنشرها أفئدة المجتمعات والشباب المجتمعات مؤين برسيتها دايما مهتمة بالشباب اللي بالمجتمع ومجتمعات الأخرى لما تاتها في فكر كبار المفكرين والكتاب والأدباء وتحولهم وتتحول هذا الفكر إلى مقالات وآراء وأفكار وأدبيات وفلسفات وثقافات وأشعار وقصص وحكايات وأعمال درامية وأغاني وفنون دي مؤسسة مؤسرة معمرة معمرة نتكلم عنها معمرة لأن إيه استطاعت في خلال مسيرتها الثلاثينية أو الأربعينية أو الخمسينية أو الستينية من السنوات إنها تنشر فكرها في المؤسسات الأخرى وفي أفئدة الشباب وفي أفئدة المفكرين الكبار أنا نسميها مؤسسة من مؤسسات المؤسسات المؤمرة التي تستطاعت أن تحول فكرها وثقافتها إلى أعمال درامية وإلى حكايات وإلى قصص وإلى فلسفات وثقافات إلى آخر إلى آخر نمر السعر المؤسسة التي في عينها حور أنت عارفين كلكم أنكم عادي تخشوا لنا وتتجوزوا مين حور العين صح؟ المجمال اللي هو اللي هي عينها المرأة لشريدة البيض مع شريدة السوار إيه بقى هي المؤسسة الحوراء دي أو اللي في عينها حور هي دائمة التزين للمجتمعات إزاي دائما التزين دائمة التزين للمجتمعات كيف كيف من خلال مبادرات واقعية تحتاجها المجتمعات اتنين حلول مرحلية وقذرية لمشاكل عضان في المجتمعات ثلاثة وضع نظريات فلسفية ورؤى أخلاقية لبناء القوائد الشعبية وتقوية رابط مجتمعية نمر الاربع طرح برامج ومشاريع تشاركية بتشارك فيه مع مثلتها من المؤسسسات الوطنية المحلية والإقليمية والدولية نمر خمسة إفراز قيادات شبابية متألقة متميزة ومستبعة في مسير بناء مسيرات رفع الوعي المجتمع المواطنين نمر ستة أن يصبح الأطفال والمراهقين والشباب والنساء أدوار مجتمعية محورية داخل المؤسسة داخل المؤسسة لذلك هي جمالها بأنها دائما بتتزين للمجتمع بأعمال المجتمع يحتاج مش أعمال المجتمع لا يحتاج المؤسسة المرجعية هي المؤسسة النادقة كل دو مؤسسات نادقة لكن لها خاصية معينة هي المؤسسة النادقة التي يجتمع فيها وحولها أبناء مؤسسة الأخرى هي بقى أصبحت مرجعية للجميع أصبحت مرجعية للجميع التي يجتمع فيها وحولها أبناء المؤسسسات الأخرى من أصحاب الرؤى والفكر والثقافات والفلسفات المختلفة من الأكاديميين والمهنيين والتطبيقيين فتصبح شعلة الوقود التي تنير طرق الباحثين عن دروب الحياة داخل أرواق الزمن تنير طرق الباحثين عن دروب الحياة داخل أرواق الزمن فهي مرجع لكل تخصص تطبيقي مهني حرفي إنساني وغير إنساني فيها بعض دي المؤسسات العشرين أنا فكرت فيهم في الفترة اللي فاتت وكتبتهم من عنه وأنا بقول للشباب ممكن تفكروا أنتوا أحسن واتطلعوا مؤسسات أحسن وتعريفات أحسن مما أقوله لكن اكتهدوا ولا تتوقف اكتهدوا ولا تتوقف اعملوا ولا تركانوا إلى اليأس والإحباب طب ليه في خمستاشر مؤسسة يعني عرجاء وحاول ومشلولة وكسيحة وكذا 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 إيه السبب في كده ثلاث أسباب أول حاجة هل فيه مناخ سياسي إصلاحي داخل المجتمع نفسه هل فيه مساحة الحريات المدنية للمواطن نفسه للمرأة المرأة والرجل هم يعملوا لو ما كانش فيه هتبقى كسيحة ومشلولة ومجمدة ومفرزة وعوراء وفيها حاول وهكذا هل الجهات الحكومية المشرعة ممكنة وعندها القدرة على إحداث تشريعات تمكن المؤسسات نتقدم وتكون مؤسسات نادقة الأخيرة مجلس الإدارة اللي بيقعد عشرين تلاتين اربعين سنة ما بيتغيرش مش ممكن حعمل التغيير الإجابي التلاتة دول هم فيهم هم بيت القصيد هل فيه مناخ مناخ السياسي عندنا في بلادنا يسمح بالحريات يسمح بمساحة في الحرية المدنية هل المراقبين المشرعين من المسؤولين في الحكومة عندهم ممكنين علشان يمكنوا هذه المؤسسات والأخير هو مجلس الإدارة بتاع المؤسسة فقبل ما نصنف المؤسسات لابد نقرأ الثلاثية دي كلها مناخ السياسي جمرة واحد اتنين المشرع المحلي في الحكومة ثلاثة مجلس الإدارة المؤسسة رسالتي أخيرا للشباب فقول فيها كما رأيتم إيها الشباب الواعي من خلال هذه المناقشة أنها من السهل علينا إصدار فتوة عادي جدا إصدار فتوة إصدار فتوة ولكن على العلماء الأجلاء من أسدتنا ومن يعني مرجعياتنا يعملوا أول حاجة يستمعوا لجميع الأطراف لجميع الأطراف مهما كان اختلافنا معاهم لأيون الذين أمنوا إن جاءكم فتبعينوا قبل فتبعوا أن تصبحوا قام بجالة واتصبحوا على مفاعلته بنادمين لابد نستمع لجميع الأطراف اتنين مرة واحدة اتنين لابد للعالم الفقير أن يدرك أبعاد الأعمال المجتمعية المتخصصة سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في العمل الاجتماعي أو العمل النسائب أو العمل اللي هو التوصيل المياه إلى آخر عالم الاقتصادي إلى آخر ما ينفعش العالم كده يطلع ويطلع فتوى وهو ما عندوش فكرة عن الاقتصاد ما عندوش فكرة عن التعليم وقطر التعليم وقوانين التعليم لا ما عندوش ما ينفعش أبدا لابد يستعين بمن هم من المسؤولين المتخصين في هذه المجالات يبقى في فتوى شرعية لقيت في معرفة معرفة ايه معرفة مجتمعية للمهنة نفسها أنا مثلا هسألكم سؤال أنا مثلا مراتي حامل حوديها لمهندس بونا عشان يولدها ما ينفعش حوديها الشيخ عشان يولدها ما ينفعش لازم كل متخصص يتخصص فلو أنا مفتي لابد قبل أن أفتي في موضوع متخصص أأتي بمتخصص لنيا الشحولي أبعاد هذا التخصص قبل أن أفتي دي نمرة اثنين إن العالم نفسه يعي وقع وأثر هذه الفتوى على عامة الناس وخاصة الغوغاء الغوغاء المندسين اللي هم بيستغلوا هذه الفتوى عشان يهجموا الآخرين ويقسموا المجتمعات ويقسموا المجتمعات زي ما حدث الأخت اللي حصل لها تحرش لما قيلت هذه الفتوى في الأسبوع الماضية دي أول حاج قبل أن نطلع الفتوى لابد نحق تحقق عنها الثلاثية لا نحكم على الغائب قبل أن يرجع مثلا كنت في سنة ستة وتسعين نهابت أنا راجل إنساني أنا راجل إنساني تتهمني بكده ليه فيه أن لا نحكم عن الغائب قبل أن يرجع على الفاشل قبل أن نعلم أسباب فشله على المريض قبل أن يشف يقول لك أصلي هاي ده قاعد والمناعة بتاعته قلت يبقى أكيد عنده مرض الأيدز يبقى أكيد كان بيعمل كذا وكذا 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 شفت بقى قاعدين كرة التلج بتكبر في حاجات غريبة وعلى المحتاج قال لها طب ما كان كويس مبارح أكيد بقى خص الفلوسه في الأمار أنت شعرفك اسمع له اسمع لها اسمع لها ما نحكمش على ناس قبل ما نستمع لهم ما نحكمش على باطن الأمور من شيء ظاهري فتاة مش محجبة أقول عليها فاسقة لأبد ما قدش عليها فاسقة شاب تصرف تصرف ما عجبناش ما حكمش عليه لما اسمع له مسؤول قد قرار غلط مش عارف إيه أسبابك قرار غلط لو أخده وهكذا إلى آخر فلذلك في الفتاوي ما تنفعش تكون الفتوى فقط فتوى شرعية دون علم مجتمعي بأبعاد هذه المشكلة اجتماعيا من المتخصصين إيه قضيتنا بقى هو الشباب الوعي أول حاجة سرعة الحكم على ظهر الأمور أبص من بعيد كده أو شوف الرجل ده أكيد الرجل ده آآ 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 بتاع مثلا نسوان بتاع كذا خمورجي كذا 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 شعر رفك من تسحة شعره شعر رفك شوف البنت دي ماشي إزاي شوف بشعر ده بيقول إيه بنحكم على الناس بنحكم على داخلهم من خلال ظهرهم دي نمرة واحدة ما نكونش احنا أول من ينشر الخبر لكن نكون أول من يتحقق من الخبر وأغلب الأخبار اللي بتجلنا على السوشيال ميديا أو للتواصل لك معي أغلبها أخبار خاطئة أغلبها أخبار خاطئة دي نمرة اتنين دي قضيتنا أن نكون أصحاب سابق آآ بس في إيه مش في سابق فينا نجمع أكبر عدد من المعجبين بكلامنا اللايكس 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 عشان نجيب إيه مشاهدات عالية لا غلط كل ده غلط سيئة نكون أصحاب سابق في التحقق من حقيقة المؤتمر النبأ نفسه أو الخبر نفسه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحجرات قال من ستة ياردنا أمنوا إن جاءكم فسيخهم بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قاوم بجهات فتصبحوا على مفاعلة بنادي وأصبح علينا أيها الشباب بالواعي أن نبني المؤسسات لإيه لننضجها لننضج المؤسسات وفق معايير وسياسات وقيم وأخلاقيات وثقافات مجتمعية داخل مسارات وآفاق العمل الإنساني مش داخل مسارات وآفاق شيء مش موجود كي تصبح هذه المؤسسات مؤثرة قريبا المستقبل معمرة مرجعية وفي عينها حواك فتصبح لها جمال الحور فتوة شباب المتجدد مع رجاحة العقل ورسانة الفكر والحكمة في الأداء الذي أفرزته خبص لابد ننضجها إحنا مش بنبني مؤسسات عشان تجمع فلوس أو عشان تقولك إحنا أول ناس روحنا إحنا أول ناس وصلنا إحنا أول ناس اتكلمنا يو بعدين عملت إيه هل أثرت في المجتمع هل بنيت المجتمع هل حلت مشكلة هل عملت بحث هل 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 لا يبقى أنت إيه العملية من الصورة العمل الإنساني وعمل اكتباعي من الصورة هل متعامل مع أرواح وأمال وأحلام ناس مش متعامل ما سمع إيه مع صورة بنحطها حتى الصورة اللي هي أخلاقيات اللي لم يعطيك الفقير الحق في تصويره فحرام عليك أن تصوره أو تصورها وهي تأخذ ملها منك حتى الصورة مش من حقك إنك تأخذها دون إذن الفقير والأرملة والشريد إلى آخر إلى آخر تدليس مش عايزينه أصبح من الواجب علينا أيضا أن لا نبني مؤسسات عرجاء كسيحة أو مشلولة لما قلنا قبل كده عوراء وفي عينها حاول مراهقة أو ساقطة بتبيع كل قيامها وأخلاقياتها لأي حد مميائية مجمدة أو بلها وغير ذلك مؤسسات لا إحنا مش عايزين المؤسسات دي إحنا عايزين المؤسسات الناضجة المؤثرة المعمرة التي تصبح مرجعية فيما بعد وتصبح عوراء إن الدور الذي ينتظركم يا شباب بالتحدي إن أنا كل مرة أوزت الرسالة دي لكم عشان أنتم تاخذوا بزمام الأمور هي قيادة لا استفقت مجتمعاتكم بل قيادة العالم كل سهلة جدا سهلة جدا إزاي بقى بإيه بالعلم والتعلم والمعرفة أنا بالعلم وأنا دائم التعلم ودائم في طلب المعرفة زي ما كانوا الشباب في سنكم بيمشوا ما بين المدن والقرى والبلاد والقارات عشان ياخدوا حديث أو ياخدوا آية أو يتعلموا على إيد واحد زي ما كانوا الأوربيين اللي ييقوا اللي هم يسمونهم الشرقين ييقوا من من هولندا ومن من أوروبا عماتا كلها يعني عشان يتعلموا على إيد العلماء إما في 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 مصر أو في أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في تركيا في الوقت لم يكن شماعة تركيا يعني تعلموا العلم لأن فيه نهضة علمية أو في الأندلس احنا عملنا نهضات وحضرات في طلعت من العباسيين عملوها الأمويين عملوها العثمانيين عملوها الأندلسيين عملوها الفاطميين عملوها في مصر العوز بالله من شاء الله اللهم الأيوبيين عملوها كذلك الاستلاجقة عملوها كل هؤلاء الناس قبلوا بلا الحسن فكانوا الأوروبيين يقولنا بكل الطرق عشان أتعلموا هذه الأمور مننا يبقى العلم والتعلم والمعرفة الخبرة لازم أكتسب الخبرة الخبرة تيجب من المحاولة والتجربة واستمرار تصدر لتحديات دايما أحاول دايما أحاول دايما أحاول لن تحصل على جائزة نوبل أو ما هي أعلى أو أقال من جائزة نوبل إلا إلى كرارة التجربة عشرات ومئات وألاف المرات التواصل التواصل مع الناس كلها مع كل المؤسسات مع كل الأفكار مع كل الثقافات والتعارف والتكامل ما يبقاش إنتائحات يعني منعزل كده منطوي وخفاك أن المعلومة دي بتاعتك أنت لوحدك لا اشترك فيها الجميع والتكامل والتشبيك وبناء الشركات كل هذه الأشياء تجعلك أنت لها استفاقة قائدة لمجتمعك أو لها استفاقة قائدة لمجتمعك بها قائدة العالم كله تتابع القيادي ما فيش حد ما فيش قيادة إلى الأبد ما فيش حد فينا إلى رسول وأنا نبي خلاص خلص بح بالرعو علينا الصلاة والسلام أجمعين فيش في تداول سلطة في تدريب على القيادة في توارث الأجيال للسلطات تتابع القيادي التوارث المعرفة أعرف اللي معايا أعلم الشباب من خبرتي من علمي ومعرفتي عشان يكون هما ده صدقة العلمة بتاعي ده صدقة التجربة بتاعتي ده صدقة الخبرة بتاعتي الاستقلاع المستقبلية تستقرؤوا für المستقبل ما عاعد مع الشباب كنت أقول لهم شفوا احنا عملنا كذا 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 عشان تشوفوا المستقبل لا بيلتوا عملوا لكذا وكذا وكذا الى آخر الاستقلاء المستقبلي الاستمباط التحليلي بص تمبط institutionalization والأعراق بالتحليل الببني عن العلم والمعرفة الاستدلاع المرجعي استدل المراجع ماذا فعل من قبلنا هؤلاء واستنتج الحلول والأعراق بالتدريب والتأهيل والمشاركة ونقل الخبرات والتمكين كل هذه الأشياء حتجعلك أنت ليس فقط فائداً وتجعلك أنت فقط لاستي فقط قائدة لمجتمعك ولكن قائدة لمؤسسات دولية في العالم كله إعادة قراءة هذا التاريخي اللي بيكتب مغلوط الدول المستخربة اللي قتلت آلاف وملايين الناس في أفريقيا وفي أسيا وفي كل مكان وسرقت كل مقدراتها لابد إحنا مرة أخرى نرجع نعيد التاريخ كتابة وقراءة وتحليلاً لأنها كتبت بإيد الحرامي كتبت بإيد السارق كتبت بإيد القاتل كتبت بإيد بإيد المستخربين عادة قراءة ودائس تقريب وصخبات الشعوب مرة أخرى عدم الإقصاء أبداً أبداً ومن اختلفنا في العقيدة والثقافة واللغة عدم الإقصاء عدم التمييز وعدم التسييس أو التفضيل هذه المبادئة الأجتماعية الحرية والبانية للمجتمعات ما فيش مجتمع حيبت غير ملغوحة وغير حرية مهما كان الزعيم ديكتاتور وغاشم وظالم لن يبني مجتمع حيبني أدرحة حيبني صرح يبني حاجة زي الهرم يبني شارع يبني كبري يبني أطول عمارة أطول بورج كل هذا فنقوش لكن لن يستطيع هذا الحاكم الظالم أن يبني الإنسان أنه لا يبنى الإنسان إلا في ظل العد والحرية والعداء الاجتماعي والدخاء والمساواة ما فيش مانع نختبس ما هو ميسر من الخارج وغير متعارض معي احنا عندنا قيم وأخلاقيات وثقافات مجتمعاتنا لا أنبتح احنا عندنا اللغة هي أعظم لغة خلاء عربنا سبحانه وتعالى على وجه المعمورة للغة العربية تنخر من تنخر وزعل من زعل وضرب حراسه في الحيطة من ضرب لا تقول لي لفرنساوي ولانجليزي ولألماني ولأي حال اختباس ما هو ملسر ومفيد من الخارج وغير متعارض مع قيم وأخلاقيات وثقافات مجتمعاتنا الاستثمار في مين؟ في الأطفال وفي الشباب وفي النساء وإدراجهم في برامج بناء قيادات المستخدم الاستثمار وتشجيع كافة المبادرات الشابية يعني أي شاب عندهم مبادرة لابد نشجعه أي شاب عندهم مبادرة لابد نشجعها التأكيد على مدينة الدولة ونحن وأقولها مية مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية ضد عسكرية الدولة وضد أمناجية الدولة على الإطلاق لأن وظيفته المقدسة لأحمية الوطن ثم أحمية المواطن إذا انشغلوا بالعير والبعير راح المواطن وراح المواطن التأكيد على مدينة الدولة الاتفاق على مساحة الحريات لتبدأ أنا أكون حر لكي أبدأ لكي أفكر لكي أخترع مش ممكن هأبدع ولا أفكر ولا أخترع ونحب إيه برقاب 24 ساعة أماشي ورايا زي ظل التسمار في بناء القطاع الخدم المدني وبناء مؤسسة مكتابة المدني مستقلة وفاعلها مؤسرة التسمار في بناء الاقتصاد الوطني لابد أن نبني اقتصاد وطني قائم على الزراعة والتربية الحاونية ليس قائم على التصدير والاستراد التصدير والاستراد أو الاستراد من خارج والتجارة لا يجعل وطننا مستقلا يجعل وطننا عردة لصاحب المنتج الذي استورده منه أما الزارع والفالح والمربي والمنتج والصانع هو الذي يبدأ اقتصاد وطني قوي مستقل حتى وإن كان السلعة الوطنية المنتجة أغلى من السلعة المستوردة هتقول لي إزاي هقولك هن اليوم غالية لكن هستثمر فيها وفي يوم من الأيام هتصبح أرخص من السلعة المستوردة الزراع أساس هذه الاستقلالية ضحكوا علينا وقالوا أننا بلاد صناعية وردموا الترع وردموا البرك وردموا فروع الأنهار في بلادنا علشان نستورد من المواد الغذائية من دول رملية يحصتنا على نفسنا وعلى دجلة وعلى الفرات وعلى النيل ونشجع بناء الإقتصاد الغير رسمي كذلك في إقتصاد رسمي عارفينه بني الدولة في إقتصاد غير رسمي اللي هو بني الأياد العاملة الكثيرة وده قد يصل في بعض الدول إلى من 40-60% من الدولة نفسها ولابد لنا بقى أن نؤثر لفلسفات وثقافات وأفكار مجتمعية جديدة مش كل شوية استورد فكر من بره مش كل شوية استورد صخافة من بره مش كل شوية استورد فكر المجتمعات الأخرى كذلك تثبت القوانين والسياسات ووضع الرؤى لإنقاذ ليس فقط مجتمعات المحلية وإنقاذ العالم كله من فساد أحادية العالم أحادياته القطبية وفساد مؤسسات أحادياته القطبية هنعرف أنها موجودة فين أكبر ثلاث مؤسسات في العالم موجودة في بلد واحد متحكم في هذه المؤسسات بانك الدولي صندوق النقد الدولي مؤسس الأمم والتحدة تثبت القوانين والسياسات ووضع الرؤى لإنقاذ ليس فقط المجتمعات المحلية ولإنقاذ العالم من فساد أحادياتها القطبية وفساد مؤسساتها وأحادياتها التحكم في المساطر وغير ذلك المسؤوليات أيها الشباب أنا كده خلصت معكم هذه الرؤية في العشرين نوع من أنواع المؤسسات أن أنا ذكرتها لكم اللي أنتو عليكم أن أنتو تشوفوها هل مؤسساتكم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو الأخير ومن يريد هذا العرض أنا حضعه على اليوتيوب ممكن إن عايز يشوفه على اليوتيوب إن شاء الله غدا يشوفه على اليوتيوب بإذن الله سبحانه وتعالى أشكركم جميعا وإذاكم الله خير أنا على حسن نستمعكم وشكرا لكم وعلى تشجيعكم لنا وإن أردتم أن تشاركونا في اليوتيوب يعني أهلا وسهلا بكم عندنا أكثر من 1200 فيديو باللغة الإنجلزية واللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر